السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايا الكرام النهاردة ان شاء الله هنحركب معنا واسلطين وهنحركب معنا محبسين زاوية وهنتكلم على أسباب أو عيوب ضعف المياه اللي احنا بنشوفها وهنتكلم عليها النهاردة ان شاء الله مع بعض عندنا المحبس ده هون زي ما احنا شايفين القلب بتاعه الداخلي باز المحبس الصيني ده جماعة بابتصحش بها خالص على فكرة يعني الواحد بيخش شغله بيلاقي المحبس دي راجبه بصراحة يعني بيزعل ونلاقي الناس بتسترخص وبتجيب الحاجة الخيصة المحبس اللي طالي كويس برضه وساره معجول يعني بيعمل خمسين جنيه والصيني بيعمل خمسة وتلاتين ما فرقتش خمسة شهر جنيه وانني اجيب محبس كويس اركبه عشان مش كل يوم اعد اغير المحبس اللي انا شايفينه المحبس اللي يراكب بالصيني ده اول ده محبس صاميك ده نص لفه من اول حاجة طبعا قبل ما يشتغل او قبل ما تغير اي حاجة لازم تقفل المحبس العمومي عشان هتحل طبعا وتركب من غرقش الدنيا مياه المحبس ده اول نص لفه ده اوام بيبوص بصراحة وفي ناس يقول لك تم ما بتصلحوا تم ما انا ما هصلحوا هروح اجيب له قلب كويس هيعمل خمستاشر جنيه هتجي تحل الكوبشة منه برضه ممكن ما تحلش معاك يبانا ما احتاج كوبشة وقلب اخش في تلاتين جنيه تم ما انا هجيب محبس جديد وخلاص احنا بنغير القلب دوام في حالة لما يكون عندي خلاط غالي او خلاط جودته كويسة اه بنجيب له مثلا قلب ونغيره كده اما لو هو محبس زوزة كده فانا بنصح ان هو يتغير ويجي محبس كويس مكانه المحبس زوزة محبس شايفين بيلفه على فاضي وفيه تسريب جامد حتى الوصلة مكان شراط يتحل معايا يعني جامدة خالص فعلا من تسريب المية عليها بيحصل صدق وبتراكم على الصدق وده اللي بيخلي الحاجة ما تحلش معاك طول ما الحاجة كويسة ما بتصربش اه شوف الوصلة طبعا مزدودة خالص دي طبعا الوحة بتاعت المية اللي موجودة فيها اه افلى الوصلة خالص ما بتعديش اي مية خالص زي ما هم شايفين معانا وده بيحصل كتير عمتا وبالاخص في السخنات فيه ناس كتير بيعتللي على فكرة بيقولك السخان نزولوا المية الحرع بضعيفة ده هو انا جماعة من الشيج بلف اللي بيركب اللي هو اه صمام الامان اه صمام الامان ده هو اللي هو عدم رجوع المياه اللي بيركب في السخان بيركب في الخط البارد ده هو انا على فكرة بيبى نظام كلاته سست من جوه وبيبى فيه اه نظام اه كوتشات اه او ورد بلاستيك كده عشان تقفل معانا والسستة بترجع تاني فاسناء اه يعني افلوا المية وده بيتكون فيه شروح شايفين المية نزلة عاملة ازاي من المحبس كلها صادت ازاي نظام الوحة كلها ومحبس خالص كلها تم صدى والواصلة نفس القصة ونفرض ان كل فترة ان ما نلاقي اي حاجة او نلاقي المية ضعيفة المفروض ان احنا نشيك على الحاجات دهيا اه با ايدينا عادي ولم امكانش ان يجيب حد يبص على الحاجات دهيا مش ان احنا نسمى لما الدنيا تخرق غالص او المحبس او المحبس او الكبشة بتاعته او ما بيقفلش ولا بيفتح هنحل الوشاش دهيا عشان هنركبه على المحبس الجديدة اه اللي بيحصل بقى في الشيك بالف انه هو لما بيتراكم عليه صادة لانه مش مفتوح معانا زي الشيك بالف اللي هو البوابة اه بيتراكم في صادة والصادة دهوا بعد فترة يعني يكون الصادة دهوا هو اللي بيضعف المية خالص معانا اه فاحنا اول ما نلاقي كده ممكن ان احنا نحلو هنرفل المحبس بتاع دخول السخان اللي هو البارد مش لازم نافل المحبس العمومي وهنحل الوصلة بالراحة بمفتاح زي كده فرنساوي وبعد كده هنحل معانا الوصلة السخن ونحاول نحل الشيك بالف وننظفه كويس او نأمكن ان احنا ننظفه بس طبعا نسخن كده كده فبفو مية فعشان ما يحصلش في خطورة او او تنزل ماء سخنة اه تأثر على حد او تبهد الحد الافضل انني بحل الوصلة اه دين وبعدين بحل الشيك بالف وهيقول انه هيرجع ماء هيرجع ماء بس هرجع ماء ضعيفة خالص ما تقلق شيء وبعد ما نحل الشيك بالف ممكن نركب الوصلة تاني ونحط اي حاجة تحت منها عشان الماء اللي هترجع اه تنزل في قلبه وكده يعني او شفن المحبس كلاته صادت ازاي اه وبعد كده نحل الوصلة بتاعت السخن عشان يحصل اه عملية دخول الهواء خروج الهواء انا اسف عشان خطر يصف الماء اللي فيه يعني انا محيل الوصلة لان احنا عارفين ان السخان الدخول بتاع البارد يقبأ في اسفل السخان من تحت يعني المجرد ما بشير الشيك بالف المفروض ان هو يصنفه مية عارض اللواني مليان مية وحلته وصلة سخنة والمية والمحبس بتاع البارد مقفوض وحلته وصلة السخنة مش هينزل المية لان منزول المية يقبأ البصد من اعلى نور طبق فما تخافش لو حلته products مش هينزل المية الا ازا فتحت الدخول بتاعه لأ فتحت الدخول هنزل لك مية ما فتحتش مش هنزل وهو ملياة فاني هحل الوصلة وحل الشيك بلف واركب الوصلة تاني بعد ما حل الشيك بلف بتاعي وبعد كده اقوم حلل الوصلة السخط هيطلع معنا هيمر خروج الهواء فهيدي مجال المية تنزل بسرعة معاك ويبتع معاك بسرعة في حالة انني لو عايز لو هو شغال مثلا طبعا هو هيبان اول ما حل الوصلة لو هو بيس خالص هتلاقي في مية نزلة كتيرا ففي الحالة دي يتغير لو هو كويس هنحاول نحن نضافه والركابه تاني ما فيش مشكلة هيشتغل معنا باي حاجة براحة كده وهننضاف الصدر لجواه وممكن نحط له مثلا نقطة زيد او حاجة وبراحة والنضافه كويس بحيس ان هو ايه ما يعلقش معنا ده في حالة لو هو شغال ما بيرجحش مواني اما لو برجع مية ان احنا على طول نغيره ونجيب واحد اطالة كويس وهنشوف معنا ضغط المية انا بقول لكم هيبى ضغط المية جديد لو تغير الشيك بالف لان انت في البداية اول انه بتركبه وبتركب شيك بالف جديد بيطب المية جديدة بيحصل عملية ضعف المية دي بعد فترة بيكون حصل يصادف الوصل زي ما احنا شايفين ان الوصل دي بيتراكم فاصلة وملوحة او حاجات من المية او الشيك بالف هو اللي بيطب فيه المشكلة حية من الاثنين يعني يالوصل يالشيك بالف ده اللي بيضعف معانا المية حاجة تانية واحد بيقول لي على فكرة بينزل بيقى فيه هوى بالنسبة للسخان الهوى دوم بيحصل ان ساعات لو ولو حالتين ممكن يكون الشيك بالف بتاع السخان بيهرب وممكن يكون الشيك بالف اللي هو بتاع المطور اللي على خط الصعد اللي تحت في الاسفل يكون بيرجع مية فحالة ان هو ما بيرجع مية او بيعلق ساعات المية بتقطع وده بيحصل كتير لما بتقطع المية ويجي بعد كده المية بتيجي بيجي فيه هوى في المواسير هو ده الهوى اللي بيطلع واحنا معظم الشغل مباشر فيه خزنات بيقبل مطور شغال مباشر على الشقة يعني الخزانات دي ما بتطباش في كل المنازل غلبيا في بتطبه في البيوت الخاصة يعني منازل خاصة فلا بيجبها في خزان الهوى بيطلع من الهوى اللي انا عملها في الخزان فهو ع السطح فبيطلع منها الهوى انا ما عنديش خزان فبتطلع المية من عن طريق الهوى ده بيطلع من عن طريق الشقة من جوا من الحمام اول ما بيخش معنا الهوى بيخش معنا على السخن على طول فهو في طريقة وان شاء الله هعمل فيديو واصوره انني اركب شيك بالف على السخن برضو وده بيحبب كويس معنا برضو بيطلع الهوى معنا او اا الهوى اللي بيكون في السخن او المخار اللي بيكون فيه ودي يعني فكرة كويسة برضو ومفهوش اي خطورة ان شاء الله يعني هعمل فيديو عن المشوار ده هو اني يبع عندي اتنين شيك بالف واحد على البارد واحد على السخن اا بس طبعا اللي هيركب على السخن هيركب عكس التاني يعني مش هيركب في نفس دي مع خروج المية برضو لو ركب في نفس التاني مش هينزل معاه مية فانا هركبه برضو ايه ينزل معاه هيبع العكس عكس اللي هو على البارد ان شاء الله هنعمل فيديو بإذنين الله عن حكاية الهوى اللي بيجيلي في الحنفية طبعا لو تفتح نعملات لها الهوى عمال يطلع والمية عمالة اا بتقطع مع البخار اللي بينزل او المية السخنة طبعا بتبقى مشكلة طبعا اا اا بالنسبة للمحابس اا المحابس الايطالي كويس برضو والترك برضو كويس فيها نواح كتير وفيه جلد وفيه شركات معتمدة كويسة بس احنا بنقول يعني اول ايطالي اعتبر اا يعني وسط وكويس مش وحش وفيه اغلى من خمسين جنيه والوصل برضو نحاول يا جماعة فيه وصل صيني نحاول نحن نجيبها يقطالي نجيبها ازباني طبعا اا بتبقى غالية شوية ومش كتير والله فرق بسيطة يا جماعة يعني اشرين من تلاتين فرق مش كتير اا ونجيب الوصلة كويسة انا كده قفلت معانا المحابس وبنروح معانا الوصل شوفنا احنا بقى الكعاد لما تبقى على وش على وش الصراميك شايفينوا الكوع على وش الصراميك ما بيحتاج عبلة وده بوبة يعني افضل على فكره من المحبسين اللي اثنين واحد بس تاا اا ا كان جاي من غير الكاámناب بتاعته اللي اثنين وواحد اااااااا Α اما اما دين به فتحة القوع على وش الحيطة لم تحتاج عببة زل معانا ثبها جيدة حتى لما نجي الركب معانا المحبس او نركب الخلاط عو الحاجة بتاعتنا تركب كويسة ولد فوصل مغاني الحيطة ولا حاجه نجيب أيضا لقد ما قفلت بذكل كويس بنلف تفلون زي ما احنا شاكين نخلنا بان ده بعرضه من الوش النيكل دهوان عشان بيبقى حامية يا جماعة عشان ما يعورش حد واحنا بنلف عليه اه تفلون طبعا ما بنحل حاجات زي كده اه نحاول ان احنا اه نركب الحاجات اللي هي في الاماكن الزي الأول وبعد كده بنركب اللي بره معنا والصفاء اللي في الحمام ده جماعة اللي احنا شايفينها الهيان برضو اه نحاول في ناس ياما بتشتكي من حكاية التسريب وبعطي اللي برضو على حكاية التسريب اه في الاسفل نحاول ان احنا اه نخليها في الجانب دايما اللي هو عليه البانيو او عليه الدوش وتوب على جنب بالشكل ده كده ونحاول نخلي بنا من الزيئة بتاع الحمام اهم حاجة وكده اه احنا خلصنا المحبسين والوسلطين ويا رب ان كنا اقدمنا لكم حاجة مفيدة وانتظرونا في الفيديوات الجديدة ان شاء الله وما تنسوش العجاب والاشتراكة لعيكم الفيديو والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة